السلام عليكم والإخوان أتمنى تكونوا كلكم بخير ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد في الفيديو اليوم سوف نريكم كيف تصبغ فوق السباغ ديال الخيال بلا ما تضرب لوندوي بلا ما تقشرها بلا تشي حاجة يعني الطريقة سهلة تبع معي الفيديو تأخر ان شاء الله سوف تستفدوا و سوف ترى الطريقة كيف تصبغ السباغ ديال الخيال يعني إذا كان عندك السباغ ديال الخيال في الدار و كتفكر كيف سوف نبدلها و كيف هذا و كيف هذا يعني اليوم جبت لك الحل إن شاء الله سوف نريك كيف تصبغ فوق منها بلا ما تبدلها بلا تشي حاجة فوق منها ديريكس و تقتصف السلعة بلا ما تدوز لوندوي بلا تشي حاجة لاحقا سباغ ديال الخيال أصلا كتكون رطبة و ما كيقولش فيها شي ديفو اللي يعني الحيط ممدريسي أصلا هي كيتهيئ الحيط عاد كتتتضرب سباغ ديال الخيال المهم كيف ما تشوف معي في هذا المكتب هذا كين هنا و حد ديفوية الفوق ما عندناش بيوم الغارات المهم غدي نعرض لكم أنا في هذا الفيديو هذا أهم طريقة ما هي هذا الفيديو يعني هي كيف تصبغ فوق الخيال إما الثقاف و ما عندناش بيه الغارات او طريقة تصبغ الديكور او شي حاجة مهمنا سوف نقول كيف المراحل كيف تصبغ فوق الخيال تفاهمنا تبع معي الفيديو تالخر ان شاء الله و ستستفد أولا ستجيب واحد الكوش ديال الفينيل ما قاسحه و ما جريه يعني ما بينه بين سوف تدوز كوش ديالك فوق الخيال مباشرة ما تدير حتى شي حاجة يعني ما تدير لالوندوي لا تراقع لوالو سوف تدوز كوش ديال الفينيل مباشرة ما تحكمت شي حاجة يعني أنا كنحاول نوضح لكم الأخوة هنا في هذا الفيديو هذا كنحاول نوضح لكم أقصى مكاين مهمنا سوف ندوز كوش ديال الفينيل جنيرال هنا لهذه الغرفة هذي جنيرال سوف نجعل ذلك اللي فيه الفيرني ديال الفاص ديال الحجرة اللي سوف ندوز له واحد الكوش ديال الحجرة كيف ماشته هنا يا هذا خليت وما درت شمعه الفاصلي فيه الفيرني ودوز كوش ديال الفينيل جنيرال المكتب كامل تسقف سوف ندوز لالوندوي يعني خصو لالوندوي وذلك الترقيعة سوف ندوز هالقبس ديال الحفرة يعني كي الخد ماشي شوية هنا يا المهمنا سوف نوريكم الطريقة كيف تصبح فوق الخيال انتا قلنا دوزنا كوش ديال الفينيل قبل ما ندروح حتى شي حاجة كيف ماشته وكوش ديال الفينيل الفينيل ماشي ضروري يكون المهم الفينيل اللي بغيت انتاوه ولا خدمتي بس العام زيانه راك قطرته لا كنت انتا مولدار ولا كنت انتا حريفيا ولكن مهم بس العام زيانه في الراحة هنا عجنت لالوندوي غاد ندوز الصقف لالوندوي يعني الحيوطة كيف ما قلنا الاخوان اخر حاجة كنت تضرب هو الدكور ديال الحيط اخر اخر حاجة اخر حاجة لالوندوي اخر حاجة لالوندوي اخر حاجة لالوندوي اللي بغيت انتاوه في سيد المفاق سوف تجد شكال نهاي الشكال نهاي يملك هنا الكوشتان الصقف ودوز هذا الديكور للحجرة الجوز 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 الجنص حاول تحاول نجب الدكور بحاله اللي بغي لفديو طريقة تطبيق الدكور ديال الحجرة هذا الفيديو نجد الفوق و بالنسبة للإخوة تريد طريقة تطبيق السيلفيا هذا الفيديو لا نشرح طريقة تطبيق السيلفيا لماذا لحقا قمت بإمكانك ثلاثة فيديو تقريبين على طريقة تطبيق السيلفيا والناس لا يزال يقول تريد طريقة تطبيق ونشرح فيه مرة أخرى ونكون نخدم سيقول لك بغينة طريقة تطبيق حقا على زر الفيديو هذا الفيديو وعلي من الفوق سنجد لكم هنا الفوق وهو فيديو وهو فيديو واحد آخر سنجد لكم هذه الفيديوات ستقوم بإمكانك تخرج في الفيديو بالنسبة للناس التي تتفرج في الكونيكسيون مهم هنا سنجد لكم الحرش وسنضع الريبوسات التي تحصل تحصل على تحصل على ثقاف لاندوي ودكور باللون وهو على الأسر الحجرة تحصل على الريبوسات التي تتراك على الأول وهذا الفاس كان مضرر كثيرا لاندوي تحصل على جد تحصل على تحصل على ونصف سيلفيا هنا قمنا بإمكاننا الكوش الأولى بالفينيل لا أعرف أي شيء بالنسبة للحيوطة قمنا بإمكاننا كوش الفينيل جنرال قمنا بإمكاننا التراقع وضرابي بإمكاننا بلندوي ومن بعد في هذه المرحلة الثالثة قمنا بإمكاننا كوش الفينيل بحال ما يعمل في الإنها بعد حولنا قمنا بحاجة للقمناة سوف ندوز على الكوش الفينيل وهي الكوش الثاني الكوش الثاني لا نعرف أي شيء قبل منه وندوز على الكوش وندوز على الطرق ومن بعد كوش الفينيل المترجم للقناة 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 ها كيفاش كيجي الإخوان الديكور ها هو كيفاش كيجي بعد ما خدمت للبارتي الثانية كيف ماشتو هانتو ما كيجي ارتبش شوية رامش يحرش ارتب وصحيح على السباغة الخايل يعني هذا كان ضن يقدر يتغسل ولكن أي ديكور باش نفسروا حد قدية الإخوان كيسولوني على الديكور واش كيتغسل ولا لا أي ديكور كيتطلق بالماء ما كيتغسلش أي ديكور كيتطلق بالماء ما كيتغسلش إلا إلا كان بحل دباشي خرقه ناشفه ودير لها الصابون ولا وتعصرها وتمسحه يعني يتمسح أي ديكور كيتمسح أما بالنسبة للصباغة راغي صباغة رامشي تكوب عليها التيو وغادي تحكيها بالشيتة راهي تحيد يعني رامشي الخام ولا حديد ولا شي حاجة ولا رامس حاج بزاف كينا غاديك الصباغة ديالت الدمعة المرموريكس القديمة كتديلها اللاكي معك تسبغ منها تبقى فوق تبقى فوق تبقى كيولي فوق منها البلاستيقا لا صح ما تبقى صباغة يعني هذي كياللي كتتحك بالشيتة عادي يعني قديمة ما عندهم ما يوقع لها وصحيحة بزاف مخدومة بلوند وين فوق منها صباغة زيت وتبقى على تبقى على تبقى يعني ماشي مشكلتي لا ضاعت ما كتدع شي حاجة كبيرة بحالك كما هذيكور هذي بحالك يعني ما يمكن لكش تغسله ولا اي ذيكور حتى الخايل وتال فيرني تال منسبة الاخوة اللي كيقولوا له كنشوفوا عد نوحة صفحة الفيسبوك كنشوف شي وحدين كيقول لهم حقا الفيرني ديلولها الفيرني را غادي تتغسرها ارى ما كيش هدهدراء الاخوة ارى ما تقش تكذب على الناس ولا تقول له ماذا شي حاجة ما عندكش فيها تجريبة وتتسمنتها تخرش من فمك شي حاجة ما عندكش عليها العلم وتسمى بحالي لك دبتي يعني من الاحسن ما صبق الميم ترتاح يعني من راحة ديكور هذا را ما كيتتغسج لا هذا الاسبغة الخايل لا اي ذيكور كيتتلق بالماء واخد ديلول الفيرني را ما كيتتغسج يعني الانسان مني كيسولك ارى كي يعني لك دايك لغسيل ديال المارموركس ديك لغسيل ديال السبغة ديال الدمعال حكان بالشيتة والتيد كي يعني الشيتة فسطة الفازقاء وكي يحك في الحار يعني هذه الدكورة هذا را ما كيتحكوش الاخوان وصافي كمشو الاخوان هنا يا بعد ما كمنا الدكور ديالنا صافي يشكلني ايوه هذا يعني سهلا تسبغ فوق الخايل بلا ما تبدو لاتشي حاجة ستدير ريبوسج ديالك ستدوز كوش الفينيل ستدوز ريبوسج ديالك ستدوز كوش تانية وستخدم ديريكت أي ديكورة الاخوان ستخدموا ديريكت وانت مرتاح يعني هذا الدكور هذا الاخوان ها واحد فيديو دياله طريقة تطبيق فيديو 1 داخر هذا الطريقة تطبيق دياله بالحرف يعني الاخوان اللي مهتمين بهذا الدكور هذا وبغيين كيفية تطبيق دياله ها الفيديو انا نخلي لكم فوق هو هذا ودخلوا وتفرجوا ان شاء الله وغادي تستفدوا ثم غادي تلقوا طريقة تطبيق بالحرف الاخوان وحتى الهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا وكنشكركم بزاف على المشاهدة وكنشكركم على الدعم ديالكم الكبير اللي كالقى في الفيديو ديالي كاملين وشكرا شكرا لكم بزاف بلابكم ما غا تكون شاهد القناة هادي بلا الدعم ديالكم ما غا يكون تشي حاجة ما غا نزيد ندير حتى ش فيديو يعني الفيديو اللي ولي درتوما علقاش فيه الدعم يعني غانا يدنحبس ما غا ندير تشي حاجة يعني ما كايش الناس اللي كتكونصومي هاتش ما كايش اللي اقبال على هاتش الناس ما بغيينوش وانتوما الحمدلله برهنتو للعكس وشكرا شكرا لكم وشكرا لأي واحد تابون معايا وأي واحد ساهم ولو بكومنتر ولو بجيم ولو بأي حاجة دارها بارتاج كل شي شكرا شكرا لكم بزاف كاك انتعاونوا بعض ايادنا خريفا لي لذلك وانتوما ولو يعني خارج هات القانات هاتي خارج هات ساهمت اللي cuál عanni frase بس ناهتي على الصنارة Crusari يعني الاخوان تنيني هنا أكون لانتوما المضادة لكم wait, ويبغى طريقة تطبيق ديكور الخوز عاو تاني هالفيديو ها هو باش ما يقول لشي واحد في الكومونتائرة ترى حقها كتزرب الفيديو كتزرب هذا بغينات تطبيق مفهم نتيش حاجة هالفيديو ها هو دخلت فالرجل وغادي تسافد بذيك ساعات الى ما استفدتيش وما ما عرفتيش الطريقة وطبقتيه من المرة اللي ولا عاديك الساعات اجي قولي اللي بغيتي والمهمة الاخوان شكرا لكم بزفع لمشاهدة ديالكم وما تنسوش اللي ما مشتاركش في القناة يشترك معنا باش يوصلوا جديد واللي مشتارك شكرا للي بزف مرحبا بي احنا رأي لها مرحبا على الرأس والعين ونتعاونوا بناتنا واي حاجة قدرتها غالطة ولا ما عجبتكمش خليها لي في الكومونتائر ما عجبك شي لون نقولها لي عندك شي فكرة على شي فيديو قولها لي في الكومونتائر ان شاء الله هنا نكون راهل الاشارة ديالكم في القناة وشكرا لكم بزف ونتلقوا في فيديو اخر ان شاء الله بإذن الله شكرا لكم